أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا سيدي ومولاي أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع آيات الحزن والأسى إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأمة الأطهار لا سيماء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجع الدين وإلى المؤمنين الكرام بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فعظم الله أجورنا وأجوركم ورزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام السابع من أمة المسلمين عليهم أفضل الصلاة والسلام أبوه الإمام جعفر بن محمد الصادق أمه السيدة الفاضلة حميدة المصفات حميدة بن صاعد المغربي وبعضهم يلقبها بالأندلسية من السيدات المؤمنات القانتات العابدات يقول عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حميدة مصفات كسبيكة الذهب نازالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله إلي ولي الحج من بعد أي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت ولادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في آخر حكم بن يومية في السابع من شهر صفر من سنة 128 هجرية واستمرت حياته مع الإمام الصادق مع أبيه الإمام الصادق عشرون سنة حيث أنه تسلم مقاليد الإمامة بعد استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في سنة 148 هجرية واستمرت إمامته 35 سنة ويتعتبر أطول فترة نسبية من بين الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عاصر كما ذكرنا أواخر حكام بن يومية لعله مروان يدعى مروان الحمار وبعد ذلك عاصر ملوك بني العباس لعله أيضا من هؤلاء المنصور الدوانيقي حيث أنه كان ثاني خلفاء بني العباس استلم الخلاف أو الحكم بني العباس من سنة 136 هجرية على أشر الأقوال إلى سنة 158 هجرية من بعده استلم الحكم ولده محمد المهدي ما يلقب بسنة 158 هجرية إلى سنة 169 هجرية من بعده استلم ولده موسى الهادي وبقي في حكمه سنة واحدة ونلاحظ أنه كانت هناك العلاقة غير طيبة مع الإمام الكاظم في عصر المهدي الذي استمر عشر سنوات حيث قام بسجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والتضييق عليه وكذلك ولده من بعده موسى الهادي الحاكم العباسي ابن محمد المهدي ودام حكمه سنة واحدة أيضا كان مضيقا على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وكان ينقم على الإمام الكاظم ويعتبره هو السبب في ثورة فخ للثورة التي قام بها الشهيد الحسين ابن علي من أحفاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فضيق على الإمام كثيرا لكن حكمه لم يدوم إلا سنة واحدة من بعده استلم هارون العباسي من سنة مية وتسعة وستين هجرية أو مية وسبعين هجرية إلى مية وثلاثة وتسعين وهذه فترة طويلة نسبيا لاقى فيها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه التضيق والمآسي من هذا الحاكم استشهد صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر رجب من سنة مية وثلاثة وثمانين هجرية ودفن في مقابر قريش في بغداد في مقره في قبره الآن الكاظمية وأصبح مزارا وبابا لقضاء الحوائج يقول عنه أحد علماء السنة وهو من زعماء المذاهب الأربعة الشافعي يقول أن الدعاء عند قبر الإمام موسى بن جعفر هو الترياق المجرب ففيه تقضى الحوائج يقول أحدهم من علماء أيضا ما دهمتني مسألة إلا وقصدت قبر موسى الكاظم وقضيت لي بإذن الله سبحانه وتعالى فهو باب الحوائج ولا زال كذلك وهو أهل لذلك الإمام الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه حاله حال الأمة الذين سبقوا كانت هناك مجاذبات في الحياة مع الحكام لأن الظلم يخشون الحق وأهل الحق ويعلمون بميل الأمة بقلوبها ونفوسها إلى أهل البيت صلى الله وسلامه عليه لذا عمدوا إلى أساليب عديدة لتفريق الأمة عن قادتها الحقيقيين وهم الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وآله فنجد ذلك في حياة رسول في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يتضايقون بعضهم يتضايق من أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا استمرت بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وبقي هذا الظلم والحق المتوارث لدى الظالمين على أهل البيت صلى الله وسلامه عليه الحكومة العباسية عمدت إلى جملة من الأمور التي من خلالها أرادوا تفريق الأمة وتنزيل مكانة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عند الأمة الإسلامية ولكن محاولاتهم باءت بالفشل بحمد الله من هذه الأمور ما قام به الحاكم الثاني من حكام بني العباس أبو جعفر المنصور الدوانيقي بتأسيس المدارس الدينية المناقضة أو المجابهة لمدرسة الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه فيذكرون في التاريخ بأنه أسس جملة من المذاهب في قبال مدرسة الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه كما يذكرون في نشأة أو تكليف مالك بن أنس بكتابة كتابه الموطأ وذكر له مالك بأن هناك من يعارض هذه الأحكام أو غيرها وخصوصاً أهل العراق فقال أني أوطئ لك رقاب العباد فلذلك سمي بالموطأ وقال بعضهم لأنه طلب منه أن يوطئه أن يسهله للقراء وغيرها من ذلك المهم بأنه عمد إلى هذا الأسلوب في قبال مدرسة الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه وهكذا بقي يكيل الحقد والحسد إلى الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه حتى أنه أدى ذلك إلى قتل الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه ذلك في سنة 148 هجرية أيضاً من الأمور التي ركز عليها بني العباس هي أنهم هم أقرب من أولاد علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وركزوا على أن أولاد عليهم أولاد بنت وهم ينتمون إلى عم النبي العباس ابن عبد المطلب وهكذا فيكونون هم الوريثون الذين يريثون النبي صلى الله عليه وآله في السلطة وعمدوا إلى ذلك بعدة أساليب معينة منها أنهم ركزوا على هذه القضية بأن الحسن والحسين أبناء علي لا أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أيضاً هذا الأسلوب قد اعتمده من قبلهم طاغي العراق الحجاج عليه ما عليه من الله سبحانه وتعالى في ذلك أيضاً في محادثته أو في لقائه مع التابعي سعيد ابن جبير فرد عليه في الآية خمسة وثمانين وهي التي تذكر مضمونها بأن عيسى عده القرآن من أولاد إبراهيم ومعلوم أن عيسى لا أب إليه وأنما نسبه من جهة أمه فكذلك الحسن والحسين عليه السلام أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله من جهة الأم وهذا مبدأ قرآني وغيرها من الأحاديث التي وردت فكذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في محاوراته مع هارون هناك الكثير وقد صرح هارون العباسي بذلك كيف زعمتم بأنكم أقرب إلى النبي منا وأنتم أولاد بنت ونحن أولاد عم النبي صلى الله عليه وآله فأيضا الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم أجابه بعدة أجوبة منها هذه الآية المباركة وغيرها كما ينقل بعض مصادر التاريخ بأنه لو جاء النبي وطلب منك من بناتك التزويج قال لي الفخر بذلك قال فإنه لا يكون لنا أو لا يمكن له التزويج مننا لأنه من أولاده وعند ذلك غضب هارون من ذلك وأيضا هناك مسألة أخرى كما يذكر التاريخ بأن الذين لم يهاجروا نبي صلى الله عليه وآله ليس لهم الولاية كما مضمون الآية المباركة ليس لهم الولاية على المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم الولاية فكان هذا الأمر قد أوضحه أيضا الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم والمعروف في التاريخ بأن العباس بن عبد المطلب لم يهاجر من مكة إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة في عام الفتح فلم يهاجر ففي التالي القرآن نفى أن تكون الولاية للذين لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله فعند ذلك غضب هارون واستشاط غضبا وهدد الإمام الكاظم أنه حدث بمثل هذه القضية إلى الناس وتضايقت هارون من الإمام الكاظم نتيجة ميل الأمة الإسلامية إلى الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم ويعتبره تهديدا لحكمه وكرسيه فعزم على زيارة المدينة المنورة بعضهم يقول لأجل العمر وبعضهم قال في موسم الحج في سنة 179 هجرية وزار قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبل ذلك أمر والي المدينة بإحضار وجوه المدينة من المسلمين والإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم وعليه بصورة خاصة فعندما دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله سلم على النبي أمام الناس بقوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن عم ثم التفت إلى الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم وبغيته أنه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وبأنه الوريث للنبي صلى الله عليه وآله فما كان من الإمام الكاظم صلى الله وسلم إلا أن تقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا فانتفت هارون إلى من حوله وقال أن هذا هو الفخر أن هذا لهو الفخر فعند ذلك عزم على قتل الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلامه عليه وأوهم الناس وخاطب النبي هذه غطرسته وطاغوته خاطب النبي صلى الله عليه وآله أعتذر منك يا رسول الله فأني أريد التخلص من موسى لأنه يريد أن يفرق بين الأمة وهذا من ضغيان هارون على النبي صلى الله عليه وآله ومن جرأته على الله وعلى رسوله فمنذ ذلك العام بعد العديد من السجون التي زجهوا فيها منذ عام 179 هجرية عزم على سجن الإمام وسيره إلى البصرة فسجنه في البصرة عند الوالي وهو من أقرباء هارون الباقية لمدة السنة ثم نقله إلى بغداد وضيق على الإمام كثيرا ويذكرون أنه في آخر السجون التي دخلها السجون التي دخلها الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلامه عليه هو السجن السندي إبن شاهق ذلك الإنسان الفضل الغليض البعيد المبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فكان مضيقا على الإمام الكاظم أشد التضييق حتى وافاه الأمر من هارون بسم الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه يذكرون أنه قدم له العنب أو بعضهم الرطب فأجبر الإمام على الأكل من ذلك الطعام وهو المسموم فبقي الإمام صلى الله وسلامه عليه يقارع السم في سجنه وحيدا غريبا وهكذا استشهد صلى الله وسلامه عليه من هؤلاء المجرمين هارون الطغمة العباسية آنذاك في سجنه في مثلي هذا اليوم من يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر رجب من سنة مية وثلاثة وثمانين هجرية وهكذا طويت صفحة نور من أنوار أهل البيت صلى الله وسلامه عليه وشيعه شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى حيث قبره الآن في الكاظمية الذي أصبح ملاذا ومزارا للمؤمنين والقاصدين وبابا للحوائج فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا نتوجه إلى الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أن يعجل لولينا الفرج وأن يجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه أن يمن بالرحمة الواسعة على الشهداء ويوسكنهم فسيح جناته أن يمن بالصحة والعافي على الجرحى والمرضى أن يمن بالأمان على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن يجعلنا والجميع من الثابتين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين